الروسية عن نوفاك قوله أن أوروبا ستكون الأكثر تأثرا بنقص الاستثمار بالطاقة أكد نوفاك استحالت استبدال موارد الطاقة الروسية أو سلخها عن السوق العالمية للطاقة وأشار إلى أن بلاده من كبار اللاعبين في مجال الطاقة حيث تستحوض على 20% من صادرات الغاز في العالم وأكثر من 20% من صادرات النفط العالمية أداء الأسبوع لأسعار النفط جيد أضفنا حوالي 6% وبالتالي هذا يعتبر ثاني أسبوع على التوالي ننهي الأسبوع على ارتفاعات وأرباح نقنضر أيضا على نايمكس كيف كان أداءه أضفنا 5 دولارات 27 سنت على كل المزيد حول السوق النفط ينضمي لي مباشرة من لندن دكتور يوسف الشمري الرئيسة في ديليسي ماركس لندن دكتور يوسف أهلا بك دعنا نبدأ بموضوع الصين الصين الآن يستحوض على العنوين الرئيسية بوسائل الإعلام آخر رقم قرأناه بما يخص حالات الإصابة هناك 250 مليون إصابة في العشرين يوم الأخيرة نعم ليس هناك متحور جديد ولكن الصين تواجه تحدي كبير وهو اللاعب الرئيسي لأيضا تحريك سوق الطاقة بالعشرين تلاتة عشرين كيف يمكن أن نقيم الوضع هناك وتداعياته على الأسعار أهلا وسهلا فاطمة ودائما سعيد في الحديث مع العربية هو طبعا عامل حالة عدم اليقين في الصين مرتفعة لكن كل المؤشرات تدل أن الاقتصاد الصيني عاد خصوصا في النصف الثاني من العام القادم عشرين ثلاثة وعشرين لكن الإصابات طبعا إصابات جدا كبيرة رقم القوشي بانكارتي 250 مليون إصابة لكن طبعا هنا تجي هي مسألة تداعيات هذه الحالات هل هي إصابات مثلا أو إصابات مثلا تستدعي دعونا نشوف كم الحالات التي هي في المستشفيات وهذه يذكرون بالسيناريات التي شفناها في عشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين لكن كل المؤشرات تدل أن الاقتصاد الصيني راجع سياسة زيو كوفيد فوليسي جالسة تتقلص نوعا ما التوقعات الاقتصاد الصيني العام المقبل لأنه يكون نمو عند حوالي 4.5% لكن هنا المسألة الجدا مهمة أنه مع عودة الاقتصاد الصيني وعودة الأنشطة الصينية التي هي أكثر من المحللين يتوقعونها سيكون هناك في نوعا ما من الإكتبات على الدول المجاورة مثلا تايلاند مثلا كوريا لأن هذا كل قطاع الخدمات معتمد على الاقتصاد الصيني أيضا في الولايات المتحدة الأكثر هو القطاع الجدا فيول سيرتفعل أن 70% من الرحلات الدولية في الولايات المتحدة أكثرها راحة للآسيا فعودة الاقتصاد الصيني ستكون قاعد في تصور يعني محرك للاقتصاد العالمي عموما ننجي هنا طبعا اللي هي مسألة جدا مهمة اللي هو حاليا أوبيك بلوس تخفيض مليونين برميل ممتد إلى عام نهاية 2023 لو كان لو عاد اقتصاد الصيني وخذينا هو البوليش كيس هو السيناريو المتفائل أنه ممكن ترتفع على أسعار 90-100 دولار خصوصا في النصف الثاني فأعتقد أنه قد تتخذ هو السيناريو أنه إعادة البراميل أو تم تخفيضها مسبقا في أكتوبر الماضي إلى الأسواق حتى تكون الأسعار نوعا ما ما تكون تشكل نوعا من الضغط على الاقتصاد العالمي لأنه هنا مع عودة الصين سيكون هذا قد تكون الانفليشنري يعني فاكتور أنه عامل قد يزيد في نصف التضخم وهذه المسألة التي قد تواجه البنوك الفدرالية لأن البنوك الفدرالية حاليا جالسة تحاول اللي هو إبقاء الأسعار الفائدة عند 50 بيسس بوينت طبعا ممكن حتى لا يكون هناك فيه أزمة اقتصادية لكن مع عودة الصين سيكون هناك فيه مؤشرات التضخم ممكن ترتفع فأيش ستسوي البنوك المركزية فأتصور هنا سعر النفط سيكون جدا مهم حتى نوعا ما يقلل العبء الاقتصادي حتى نكون في العام 2023 أين ترى الأسعار 2023 أود أن أسمع هم النقطة اللي أنت بتتراقبها بالسنة القادمة بما يخص قطاع الطاقة نحن شفنا بشكل واضح أنه سواء وكالة الطاقة الدولية أو حتى أوبيك حادرين من حيث التقارير اللي بيصدروها من حيث الطلب المتوقع عنه العرض اللي متوقع عنه يعني لو نحن نتحدث عن 100 مليون برميل يوميا كطلب متوسط هم متوقعين يشوفوا بحدود 103 مليون بس بنهاية السنة القادمة يعني متوقعات الطلب أتصور أنها قد يكون من 102 إلى 102 إلى 102.5 مليون برميل كغورف يعني أعتقد أن النمو على الطلب أوبيك تتوقع 2.5 مليون أتصور ما ممكن نشوف من 1.5 إلى 2 مليون يعني أتوقع أن الكيس أو أن التوقعات على الصين أنها تكون جداً مرتفعة أنا أتصور يكون عودة الإقتصاد الصيني نوعاً ما متوسطة فـ 1.5 إلى 2 مليون برميل هذا التوقعات في ناحية العام القادم من ناحية الأسعار أكثر المؤشرات تقول لك أنه نحن متوجهين نحو يعني توجه تصاعد السبب بيننا السبب الأول عودة الإقتصاد الصيني السبب الآخر اللي هي النفط الروسي والـ يعني روسيا توقع أنها تخفض إنتاجها العام المقبل بحوالي نصف مليون برميل وتصرح فيها نائب رئيس وزراء روسي أيضاً هناك في إعادة التوجيه للبراميل خصوصاً لما ينأخذ الآن مسألة البريس كاب والبان على الصادرات النفط الروسية قد يكون جزء منها يتوجه إلى الهند والصين قد ترغب الهند والصين في اللي هو تاخذ تخفيضات أكبر من روسيا بسبب اللي هو موضوع البريس كاب فأعتقد أنه هذا الكيس الثاني أنه يكون فيه صادرات نفط الروسية أقل مما شهدناه العام القادم وهي جاسة على فكرة تتناقص يعني خلال الشهر هذا والشهر الماضي فهذه هي التوب يعني البولش كيسوس من ناحية أنه يكون هناك مثلاً فيه هي انخفاض الأسعار إلا كان هناك مثلاً تباطع اقتصادي هذا مثلاً وهو أسوأ سيناريو مثلاً مثلاً يكون فيه أزمة اقتصادية مثلاً بسبب أسعار فائدة مرتفعة وهذه قبل شوي ذكرها إلون ماسك نحن مقضلين على سنوات صعبة دوعاً ما فممكن أعتقد قد تكون حوالي 70 دولار كأفرش فتصور قعاتي أن نشوف أفرش السنة المقبلة من 90 إلى 95 دولار وكأقل يعني من 70 إلى 50 دولار كأسوأ احتمالات يوسف الشمري رئيسة انفيدي لسي ماركت لندن شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر